كم لدينا من عدد أسرة من غرف العناية الحثيثة غرف العناية الحثيثة ICU المخصصة لمرضى كوبيد أنا لا أتحدث عن الأخرى الملأة بالمرضى هذه فقط ما سنخصصه لمرضى كورونا ما سنخصصه لمرضى كورونا قميش؟ 700 709 أسرة ICU وهذه 709 أسرة ICU أيضا هيا كيف نسبتها من الموجود؟ هل سيدي هذا الرقم الثاني لازمنا نحصره تماما ولكن هذه الأرقام اللي ستخصص لكورونا يقابلها 593 جهاز تنفس صناعي العادي اللي بنشوفه بيعمل وبيطلع لأنه في أجلس تنفس أخرى أيضا تساعد في هذه العملية 593 جهاز تنفس صناعي مش 1800 لا معناش 1800 سيدي يمكن يكون كلهم 1800 بس إحنا اللي حصرناهم واللي شفناهم واللي تأكدنا منهم وقمنا بجولات حسية لمشاهدة بعضها ووزير الصحة معالي وزير الصحة اجتمع مع كل مدراء المستشفيات الخاصة والعامة للحصول على المعلومة بأكثر من بأكثر من طريقة ما لدينا من أجهزة تنفس صناعي مخصصة لمرضى كوفيد 593 جهاز تنفس صناعي الآن بس إحنا يا أخي محمد مش بحاجة بس لأجهزة عناية حثيثة ولا بس لأجهزة تنفس صناعي إحنا بحاجة لغرف وهذه الغرف يجب أن تكون مجهزة بالأكسجين لأننا المريض العادي ما بنى يال مريض الحادي قاعد في بيته محترم ما فيش أي مشاكل إحنا بنا المريض اللي بدخل عنا بيحتاد شوية أكسجين عنده سهال مغص شديد جفاف بده سوائل إذن أكسجين عندنا غرف عزل أو غرف إدخال عادية 1290 غرفة لمين؟ اسمحني بس دكتور أن الزملاء نتكب من أرقام 709 أسرة ICU مخصصة لمرضى كورونا و 593 جهاز تنفس نعم سيدي و 1290 غرفة أو سرير سرير هذول إيش هذول هذول أسرة بدخل المريض ما بده ICU بده أكسجين بده شوية باي باب سي باب بعض الأمور الأخرى بده ترب بده سوائل بده 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 بدخل عليهم 1290 سرير حضر نعم سيدي وخصص لكورونا هذا في كل المستشفيات في كل قطاع الصحي أنا أتحدث عن القطاع الصحي الأردني بما فيه الجامعي والعام والخاص و وزارة الصحة و و و نعم و الخدمات الملكية و الخدمات الملكية هي على رأس الهرم يقدمونها خدمات عظيمة جدا طيب 710 رأي سيو 593 جهاز تنفس و 1290 سرير نعم لمرضة كورونا نعم سيدي هذا ما نخصصه اليوم نعم قديش عندنا ناس اليوم مغطيين هذه المساحات يعني عندنا اليوم رقم قد لا يكون دقيقا لأنه يتحرك هذا الرقم مفهوم يعني فوق الألف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر